السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الأيام وبرنامجنا الجديد برنامج أيام المونديال البطولة 32 فريق فاتقسمت على 4 في 8 مجامية فالمجموعة الأولى اليوم الحلقة راح تكون عن المجموعة الأولى اللي هي قطر إكوادور سنغال هولندا إذا خلنا هذه المجموعة الأربع فرق قطر البلد العربي ممثل لآسيا الإكوادور بلد أمريكا الجنوبية أو دول الكونكاف عندك سنغال ممثلا لأفريقيا وهولندا فريق أوروبي يعني غني عن التعريف إذا استعرضنا المجموعة كفريق فريق نبدأ بالفريق القطري فريق العربي الممثل للعرب الفريق اللي هو صاحب بطولة آسيا الأخيرة في عام 2019 إضافة عنده بعض الألقاب الأخرى أيضا كأس الخليج عنده ثلاث ألقاب يعني أهرز كأس الخليج 92 2004-2014 مشاركة أيضا في حرازة في لقب أرب آسيا فريق القطري تطور كثيرا في السنوات الأخيرة كبنية تحتية كبلد متطور وبالتالي أصبحت الكرة القطرية اليوم أصبحت ممثل جيد للعرب وممثل يعني صورة جميلة تعطي رسالة للجميع دليل ذلك هو تنظيم هذه البطولة فريق القطر يستعد استعداد جيد للبطولة وشارك في تصفيات في أوروبا وأيضا في مباريات الودية مع الفرق الكبيرة واستطاع نكسر الحاجز النفسي يعني آخر مباريات يعني اللي هنا في عجالة اللي دخلها في مباراة تودية في فيفا دي أيام الفيفا دي قبل شهر شهر التاسع كانت أمام غواتيمانة 2-0 استطاع الفوج واستطاع الفوج على هندوراس 1-0 الافتتاح راح يلعب أيضا هو الفريق باعتبار البلد المنظم الفريق القطري يعني آخر تطوراته الأخيرة أنه استقر على مجموعة طيبة من اللاعبين بناهم من الفئات العمرية واستدرجهم إلى مرحلة مرحلة وصلوا إلى الفريق الأول طبعا المدرب سانشيز الإسباني اللي هو كان معاهم من أكاديميت اسباير ومشى مع الفريق واستطاع أن يأسس لي قاعدة جيدة من اللاعبين ونحنا كنا أعمل فيهم أبرز لاعبين الفريق اللي راح نشاهدهم في المونديال سعد الشيبي الحارس يعني الكل الذكر عبد الكريم حسن المدافع اليسار لاعب كبير بسام هشام الراوي أيضا لاعب متميز لاعب قلب دفاع بالإضافة للاعبين النجوم السوبر الآخرين عدك خوخي بو علام عبد العزيز حاتم الموعز علي أكرم عفيف علي أسد يعني ذو الأبرز لاعبين الفريق القطري إذا انتقلنا الفريق الثاني في المجموعة الأولى هو فريق الإكوادور فريق الإكوادور فريق مثل قارة أمريكا الجنوبية الفريق الإكوادور يعني مشاركة عندها هذه الرابعة في كأس العالم من أصل 17 مشاركة في التصفيات هي هذا الرقم يعني واضح يعني دليل على أنه قدرات وإمكانيات اللاعبين محدودة لأن دائما المنافسة قوية هناك موجودة فرق برازيل أرجنتين مكسيك بيرو السنوات اللي يتأهل بها الإكوادور 2002-2006-2014 2002-2022 حانية البطولة الحالية هذا دليل على أنه الفريق بدأ يتطور بدأ يعني يبني لاعبين مجموعة فريق الإكوادور يعني بعيد عننا دائماً من أخبار يعني تصنب دقة يعني مثل ما نتابع لأرجنتين والبرازيل آخر مبارياته يعني اللي وديه هي مع اليابان لعب تعادل 00 يوم 23-9 يوم يبدأ شهر الماضي ومع السعودية لعب أيضاً تعادل 00 يوم 27 وهذا دليل على أنه الفريق داي يستعد ومتحضر للبطولة مدرب الفريق كوستافو ألفارو أرجنتيني يعني هم من قارة واحدة متقاربين فأغلب لاعبي يعني اللي مشهورين اللي يعبون بالعندية الإنجليزية برايتون باير ليفركوزين ألمونيا ساوباولو بالبرازيل وليون فرنسي وبلد الوليد كونزالو بلاتون خلميتا واريوليدا وهنكابي ذول أشهر لاعبي الإكوادور الإكوادور اللي راح يواجه الفريق القطري في مباراة الافتتاح وقارة أفريقيا سنغال ممثل لها في هذه المجموعة أيضا سنغال هذه المرة الثالثة يتأهل إلى كياس العالم يتأهل 2012 عفو 2012 2018 وهذه المرة الثالثة 2022 من أصل 14 مشاركة يعني في التصفيات ولم يتم يحصل على الفرصة عنده مشاركات يعني سنغال فريق عريق تطور في السنوات الأخيرة وصباح إلى أسماء كبيرة اللاعبية الرنانة أولمبياد عنده خمس مشاركات يعني آخر لقاءاته الودية السنغال تعادل مع إيران واحد واحد وفاز على بوليفيا 2-0 وبالتالي هذه أيام الفيفا داي اللي مرت طبعا مدرب الفريق السنغالي أيضا اليو سي سي مشهور معروف يعني دزاينه وشكله نجم الفريق اللي كل يعرف ساديو ماني اللاعب ليفربول واللي انتقل إلى بارميونخ هو نجم الفريق ممثل إلى تقريبا أمم أفريقيا العفو وتكلمنا أنه سنغال مشارك في أمم أفريقيا وعدة تاريخ أيضا بيها من 20 يعني البطولة الأخيرة 20-21 كان عنده لقب بيها السنغال مشاركاته في كأس العالم اللي ذكرناها عنده خمس مباريات فقط في كأس العالم عنده فوزين وتعادلين وخسارة يعني ما معنى له سبعة أهداف عليه ستة أهداف في المجموعة هذا ما يعني للفريق الثالث في المجموعة الأولى إذا انتقلنا إلى أوروبا الفريق الهولندي هولندا يعني فريق الطواحين المشهورين فريق عريق وفريق تاريخ كبير هولندا الكل يعرف هولندا يذكر يسمها هولندا يذكر فان باستين، ريكارد، قوليت، وهلما جرى الأسماء الكبيرة يعني هولندا عدتها لقب بطولة أمم أوروبا 88 هدف فان باستين التاريخي على روسيا وبالتالي هولندا عدتها 11 مشاركة في كأس العالم من أصل 19 يعني هذا الرقم هو هذا المهم يعني دليل على أن هولندا في السنوات الأخيرة يعني هذه السنين الأخيرة في بطولات كأس العالم العشرة الأخيرة كانت رقم كبير 10 مشاركات في أمم أوروبا 15 مشاركة في الأولمبياد وبالتالي فهولندا الأسماء الكبيرة هولندا الأسماء الرنانة المدرب يعني الكبير بانقال يعني اللي قاد الكرة الهولندي في فترات طويلة الفرق الكبيرة برشلونة فرق عالمية مانشستر ونايت الدرب فبالتالي هو عاد للمرة ثانية رغم الكبر السن هولندا تملك لاعبين كبار يعني على مستوى وبالتالي أيضا أغلب لاعبها حاليا موجودين في أياكس مان سيتي ليفاربول أنتر ميلان بير ميونيخ فدي ليخت يعني وفان دايك وأكاي يعني مان سيتي وبالتالي يعني أسماء كبيرة وهولندا غني عن التعريف واسمها كمجموعة وبالتالي انتهت المجموعة الأولى اللي تكلمنا عنها أربع فرق الآن عودة إلى مواجهة الفريقين الأولى لكل فريق القطر مع الكوادور والسنغال مع هولندا إذا تكلمنا عن المجموعة الأولى ومواجهات الفريقين قلنا الفرق الأربع قطر كوادور سنغال هولندا المواجهة الأولى قطر الكوادور المواجهة الثانية سنغال هولندا فبالتالي يعني كقراءة أولية وبالتالي هذا قبل البطولة وهذا هو الاستقراء هو التحليل الفني البسيط يعني المتواضح بلد المنظم قطر الكوادور بلد من أمريكا الجنوبية وبالتالي أيضا الكرة في كوادور يعني متواضعة قياسا بفرق العالم الكبيرة ونتائجها في كأس العالم فاعتقد المواجهة راح تكون ساخنة وصعبة على الفريقين باعتبار فريقين جديدين أيضا قطر والمراء يلعب في كأس العالم لكن الأرض والجمور وعامل الخبرة والإضافات الجديدة على الفريق القطري راح تعطي أفضليات ودافعية كثيرة أما الفريق الكوادور فراح يلعب عامل الخبرة والتاريخ اللي يملكه في مشاركته في البطولات فاعتقد المباراة متكافئة لكن هناك أفضلية نسبية للفريق القطري وكل الترجيحات راح تكون باتجاه الفريق القطري بعض النتائج الإيجابية والمستوى الجميلة اللي يقدمه في المباريات الأخيرة مباراة ثانية في المجموعة راح تكون هولندا والسنغال السنغال وهولندا السنغال فريق أيضا عريق وتكلمنا عندنا مجموعة لاعبين كبار داي العمون في الدوريات الأوروبية وأيضا فريق الهولندي فريق كبير بأسماء أو تاريخه أيضا راح تكون مواجهة ساخنة ودائما الموجهات الأولى تكون صعبة على الفرق دائما الفريق مهما كان كبير أو صغير هناك تنافس حقيقي راح يكون فيه فاعتقد المباراة أيضا صعبة ولكن هناك أيضا أفضلية نسبية للفريق الهولندي هذه المجموعة الأولى بها شيء غريب جدا هو يسموها مجموعة الغرباء أو ما معناه أنه قطر مثلا ملاعبة بحياتها مع السنغال ولا هولندا هذه واحدة فقط لعبة مع الإكوادور ثلاث لقاءات ودية السنغال والإكوادور مرتين ملتقين وديات أيضا فهنا يعني الإكوادور هولندا أيضا لعبين الفقصدي يعني فيها بعض الفرق مجموعة أعتقد انتهينا عن المجموعة الأولى وكلامنا عن المجموعة الأولى في نهايته شكرا جزيلا ونلتقيكم في لقاء فان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة